السلام عليكم يا شباب يا رب تكونوا بخير بازن الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نركب الكانولا بطريقة سهلة جدا سواء هنركبها في البيت او في المستشفى وسريعا كده اول حاجة هنعرفها وهي الادوات اللي بنستعملها بتركيب الكانولا اول حاجة معانا وهي الكانولا ولو مش عارف بتحدد المقاس ازاي فانا سايب لك فيديو تحت في ديسكريبشن هيعلمك ازاي تختار مقاس الكانولا المناسب حسب عمر الشخص اللي انت هتركب له وحجم الوريد بتاعه وهنحتاج سرنجة معانا اي مقاس مش هتفرق سرنجة تلاتة خمسة عشرة اي مقاس وهنحتاج معها امبول مية علشان نفلش به الكانولا بعد ما نركبها عشان يتأكد اللي هي شغالة تمام وهنحتاج برضو معانا شاش او قط وهنحتاج لو متوفر لو مش متوفر معك يبقى هتغسل ايدك كويس بالكحول وطبعا هنحتاج معانا بلاستر واهم خطوة تعملها وهي انك هتحدد المكان اللي هتدخل فيه وعاوز اقولك ان سر تركيب الكانولا هو في الاختيار المناسب للمكان اللي هتدخل فيه بالسن والاماكن اللي انا شاورت عليهم بصباعي دول اشهر اماكن هتلاقي فيها الوريد عند معظم الناس وهنظهر الوريد اكتر باننا هنركب التورنيكيت او نربط الجونت فوق ايد المريض بما يقارب عشر سنطي وهتطلب من المريض انه يقفل ويفتح ايده اكتر من مرة وهتتفاجئ بانه كل الاوردة اللي شاورنا عليها واوردة تانية جديدة ظهرت وبقت سهل قوي انك تركب فيها يعني عندكم ده وريد ينفع عادي نركب فيه وده برضو ينفع نركب فيه وده الكبير تركب فيه زي ما انت عايز ولو لاحظوا الاوردة دي كلها كانت مخفية لحد ما طلبت منه انه يفتح ويقف الايده وهنيجي على الوريد اللي هنركب فيه وهنعقمه بقطنة فيها كحل وأنا خلاص اخترت اني اركب في الوريد ده وهتمسك الكانولا بالطريقة دية ولو انت ما تعرفش اجزاء الكانولا فما تقلقش هجيب لك كانولا جديدة هفكها واركبها قدامك وهعلمك المسكة لكن في نهاية الفيديو لان في ناس بتبقى مستعجلة وهتعمل للوريد بتاعك حركة اسمها حركة تسبيت بانك هتشد الجلد بالطريقة دية عشان ما يتحركش معاك وخصوصا في الضار السن وتسمي له اهم حاجة وتبدأ انك تدخل بالسن بتاعك داخل الوريد هندخل حوالي نص السن وهتلاحظ ان فيه دم جهة عندك في المخزن بتاع الكانولا يبقى انت كده في المكان الصح نيجي لنقطة مهمة بقى وعايزك تركز معي عشان نعظم الناس بعد ما بدخل السن بتتوتر وما بتعرفش تعمل ايه هتسحب السن المعدن اللي جوة الكانولا لبرا وهتدفع الجزء البلاستيكي لجوة وافتكر ان قلتلك ما تقلقش وما تتوترش الموضوع اسهل مما تتخيل ونفك بقى التورنيكيت او الجوانت اللي احنا كنا ربطينه فوق ايد الشخص اللي احنا ركبنا له الكانولا ونسحب بقى خالص السن اللي هو موجود جوة الكانولا بالتلات صوبع دول هضغط هنا على المنطقة بتاع الكانولا هضغط ضغط حلوة وهسحب السن بتاعي كله السن ده كله هو اللي كان موجود جوة الكانولا واحط او الشاشة او وطمة تحت الكانولا عشان لو فيه دم وهقلع الجزء البلاستيكي الابيض ده وهقفل الكانولا بتاعتي خالص وتقلقوش الشاشة مع اما عشان لو جاء فيها نقطة دم او حاجة واقفل الكانولا بتاعتي كويس من تحت ومن فوق كده الكانولا بتاعتي ركبت بسلام هسبتها بالبلستر وللناس اللي لسه حاسة انها ما تعلمتش كويس ما تقلقش كنت عامل حسابي وهركب لك كانولا تاني لكن بعد ما ثبت الكانولا دي وفلجها قدامك اللي هو اورها لك شغالة كويس ولا لأ هتجيب قطعة بلاستر زي دي كده وهتقطعها بنفس الطريقة وهنسبت بقى الكانولا سبت الكانولا من تحت الاول علشان ما تتقلعش منك ولو ده مدايقك اقلعه عادي لكن اقام ايدك بكحل عشان هو فعلا الجلافز او الجوانت بيبقى لخمة شوية والبلستر بيلزق فيه وهنجيب لازق تاني وهنلزقها من فوق ثبتنا الكانولا بتاعتنا يبقى نتأكد بقى انها شغالة بانبول الميا اللي احنا كنا محضرينه والسرينجة اللي معانا وهنسحب انتأكد ان احنا خرجنا من السرينجة كل الهواء وهنحتاج معانا قطعة الشاشة او القطم اللي احنا حضرناها في البداية هنحطها في نفس المكان عشان نمنع الدم اللي هو يطلع من جوه وييجي على ايد المريض لو طلع معانا دم ييجي على الشاشة وبالسبعين دول او بالاربع سابعة زي ما علمتكم وهنقفل الكانولا من وره بان احنا هنضغط عليها المكان اللي اتفتح ده ممكن نفلج منه عادي والمكان اللي هو في الغطل الابيض لكن انا بفضل المكان اللي في الغطل الابيض عشان الازرق هتلاقي فيه مقاومة نفتح الجزء ده كده وتحطه هنا وهندخل السرنجة بتاعتنا ونتأكد اللي احنا رفعين صوابعنا علشان ما نقابلش مقاومة وحنا بندفع المية داخل الكانولا وسنة سنة كده ونلاحظ المكان ده عشان لو انت سواء ورم معاك او المريض حاس بواجح شديد جدا جدا يبقى كده الكانولا تحركت من مكانها لكن الحمد لله ما فيش ورا ما فيش اي حاجة والكانولا سليمة وفي مكانها ولو لاحظت نقطة الدم اللي هي موجودة على الشاشة بتاعتنا اكيد انت عرفت فايدة الشاشة ايه ونقفل بقى الكانولا بتاعتنا من فوق ومن الجمد ولو انت كده تعلمت وهتسيب الفيديو فياريت ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعيل الجرس ولايك ولو انت لسه متعلمتش فياريت تكمل الفيديو دي عشان هركب كانولا تانية هتعمل الحركة اللي انا عملها دي بالراحة كده وتقعد تعمل كده خبط بالجامد لا وردها ما شاء الله يا شباب يعني هنا كتيرة في هنا وفي هنا وفي هنا وهنا وهنا ومشاء الله ده يا جماعة بقى الرئيسة ممكن تركب يعني اه خمسة وتسعين في المية من الناس لازم ان تلاقي فيهم الوريد ده والوريد ده والكحول والاطمق بتاعنا اللي احنا جهزناهم في واخد مسحة واحدة على الوريد ان انا اللي انا هركب فيه كده سريعا الكانولا بتاعتي هفكها من هنا من المكان اللي مكتوب فيه كلمة الكانولا هي يا شباب زي ما وردتكم في اللي كان قابل كده اول حاجة هفتحها هو جزء الاصفر ده واخد الجزء اللي هو الكفر الصغير ده احطه هنا تمام وبعد كده شباب قبل اي حاجة لازم نعمل حاجة اسمها للوريد نفسه اللي هو الوريد ده هو لو جيت ادخل فيه هيقعد يليف كده فباجي على بداية الوريد من هنا وبعمل سحبة كده ما اللحظين سحبة على الوريد يثبت معانا وادخل فيه براحتي كده يا شباب انا ثبت الوريد بتاعي ابدأ اللي انا ادخل الدخلة بتاعي بتبقى بزاوية خمستاشر اللي هي يا شباب ولا انا عمودي كده ولا انا اللي تحت خلص كده بزاوية خمستاشر وابدأ اللي انا ادخل كده في قلب الوريد هتبص يا شباب هتلاقي دم ظهر هنا عندكم في المغزن. اورو لكم برضو. اهو. لو لو حستوا يا شباب انا دخلت نص السن جوه. وبعد كده راح جابت دم معي. وبعد كده يا شباب خلاص الصباح اللي انا مسبت به هيفضل متسبت به عادي جدا مش هحوشه من مكانه. وهبدأ اللي انا اسحب السن المعدن ده سنة البرة. وبعد كده ادخل الجزء سنة. اسحب المعدن سنة وادخن البلاستيك سنة. لحد يا شباب كده الجزء البلاستيك. كله دخل جوه الوريد. تمام? الصباح اللي انا مسبت به خلاص بقى اسيبه. افق او افق الجوانة اللي انا عاملو. نجي بقى للجزء اللي انا قلت لك هيرايحك خالص. شايفين اللي اربح سوا بقى بطلاتك دول او التلاتة. هدوس هنا كده يا شباب بالزبط. شايفين انا اقفل الوريد كله. واسحب بقى الجزء المعدن بتاعي كده. مفيش ولا مقطة دم طلعت من جوه. واركنه على جنب. واخد الجزء اللي هو الابيض ده. واقفل بيه. كده الكانولا ريكبت وبطريقة تكنيك عالي عالي جدا. كده بقى شباب نجي للتثبيت بتاعنا. اول تثبيت بيبقى حتة بالاستراز غيورة او كده بحطها هنا. بس بالراحة وانت بتحطها اول حتة دي علشان ممكن انت بتشد بالجامد تطلع معاك. يا محزتش معايا قبل كده بس احتياطي. وجزء تاني كده. بالزبط يا شباب من تحت من هنا. الجزء الاخير بقى الكبير علشان لو هيقعد معايا يوم ولا اتنين الكانولا. اللي هي من هنا كده. بس يا عم احلى كانولا اتركبت. وبرضو يا شباب هنعمل دلوقت بتاعنا الاختبار. علشان برضو نتأكد هي الكانولا ان ولا قود. شوفوا بقى يا شباب. وانت بتعمل التست او انت بتفلش او بتعمل اي حاجة. هدوس بالتلات صوابع بالتلات صوابع دول هنا كده. وهفتح الجزء الاصفر. ما تعملش تست من فوق من هنا يا شباب. ما بحبش تست منها تلاقي انت معاك مقاومة وهيفرق حفوز شباب. بتقفر اجتدى. بنفس النظام كده يا شباب. اتكانولا شغالها معنا يعني حاجة. واطلع. اقفل. وبكده يا شباب احنا اتعلمنا تركيب الكانولا. لو عاوز بقى تتعلم تعليق المحليل فانا سايب لك الفيديو ده تحت في الديسكريبشن. لكن قبل ما اقفل الفيديو بتاعي احب اقول لك حاجة مهمة. اولا ما فيش حد كبير على الكانولات. حتى لو انت محترف وبقى لك خمس سنين وعشر سنين بتركب كانولات وحد محترف برضو هتقابلك حالة او كده يعني. ممكن ما تعرفش تركب لها او ممكن شوية استهتر منك. فالكانولات اف. اه وبرضو انت كحد لسه مبتدئ ممكن ما تزبطش معك من اول مرة. ممكن تزبط معك من مرة رقم عشرة. المهم عندي انك تجرب. طول ما انت بتجرب طول ما انا مبسوط منك جدا وطول ما انت بتتعلم. لكن انا متأكد انك لو اتبعت الخطوات بتاعة الفيديو ده انك بازن الله هتركب من اول مرة. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش يا شباب تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعيل للجرس عشان يوصل لكم باقي الحلقات. والسلام عليكم.